في قصة رمضان النهاردة كانت اه احتفالية للنادي الاهلي وعشان يكون امنا طبعا موضوع رمضان يعني لغوش شوية او دايق شوية لكنه في النهاية جامل النادي الاهلي بتعرف تفصل يعني في النهاية لهم طريقتهم ولهم اسلوبهم بيعرفوا يحتفلوا بناديهم النادي الاهلي النهاردة اه اعلن عن الشكل الجديد لنوع من انواع صناعة الرياضة في مصر وحق الانتفاع لاستاذ السلام الاستاذ بقي باسمه وعليه زيينه من فوق الاهلي برعي فحتى كنت لقيت مكلمة كريمة من الدكتور سيد ماشع الوزير الانتاج الحربي الاصبق رجل قال ده هو اللي بنى الاستاذ الرجل ده هو اللي عمله كان بمناسبة كاس العالم 2009 فقال يا جماعة ده يعني استاذ السلام يعني فقال طوله معلومات يا فندم ان الاسم مش هيتشال يعني ده معلوماتي واذا ما حدث دي اللقطة دي حلوة لانه هنا في الاخر ابناء النادي الاهلي مع النادي الاهلي مهما كان موقفك في انتخابات او او ومهما حدث احيانا من بعض المناوشات الصغيرة المقبولة لكن يبقى ابناء النادي الاهلي ومابناء النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الفاضل المحترم وشهدي محمد واحد من اهم كباتر النادي الاهلي في وجود طبعا سادة الوزير دكتور اشرف صبحي وبقي اعضاء مجلس ادارة بظهر منهم في الصورة السادة العاملة فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي دي امور بعتقد انها جيدة وامور يعني مقبولة جدا 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 طبعا غاب عن هذا الاحتفال الجماهير بسبب الكورونا لكن الاهلي كمان قصة النسر دي كانت قصة حلوة قوي عملت رد فعلي كويس يمكن انا اروح تدقيقة او دقيقتين عشان ابارك لكن مرتبط ببرنامجي فلازم اكون متواجد حضر كتير من نجوم النادي الاهلي القدامى المحترمين انا قلت الاسماء بس عشان ما بقاش نسيت حد من الاسماء ما قدرش اقول من الزاكرة مرة تانية الترتيب معمول بشكل حلو قوي الاناقة والشياكة معمولة بشكل حلو بس الحياة غلوبنا لحد ما روحنا يعني ماشيين على الجي ب اس ورايحين يمين وشمال لكنه بنته يعني فاعتقد حبا محتاج علامات ارشادية كتيرة جدا في الطريق عشان الناس تعرفها يعني احنا كان مكتوب لها نوصل في خمسين دي وصلنا في حوالي ساعة ونص عشان نعرف نوصل او اكتر كمان عشان نقدر نوصل هناك لكن ما كانش من الممكن ابدا ان احنا نفوت مناسبة لزيدي غير انه قدامى الاهلي النهاردة كانوا سعداء بتوجدهم في الملعب من جديد في النادي كابتل محمود الخطيب ضرب ضربة البداية اه النهاردة ونجوم اللي وراء سامحوس دي حسين شكر اه اللي كان طبعا احد لعبي النادي الاهلي المدرجات كلها زي ما حضراتكم شفتوا يعني بقى كلها باللون الاحمر ادي عبد الحميد حسن ادي خالد بيبو كتير من النجوم كانوا موجودين هنحاول نجلب لكم فيديوهات اثناء الحلقة تبقى موجودة مع حضراتكم بتصور انه فيه كمان مراحل جديدة للتطوير هتبقى موجودة في هذا الاستاد يعني وحقول لكم مكاسب النادي الاهلي من هذا الاستاد يعني الاهلي عنده مكاسب بالجملة لكن الاول كابتل محمود الخطيب توجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالشكر لكل مؤسسات الدولة وقيادتها الجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة لانه فيه دور كبير جدا لمصلحة البلد كابتل خطيب قال الساعات اللي احنا فيها دي مش هتنسينا ان مصر بتمر بتحدات كبيرة جدا نحنا لازم نتقدم بكل التحية وكل الشكر وكل التقدير لكل مؤسسات الدولة اللي بتواجه التحديات بحكمة وقوة واقتدار شكر كمان إدارة الانتاج الحربي ومنسيش الوزير الراحل الفريق محمد العصار وزير الدولة الانتاج الحربي كانت جميلة جدا وابدى ساعدته انه موجود مع الناس للمرة التانية في فترة قصيرة جدا كانت مرة في افتاح القناة والمرة التانية في افتتاح الاستاذ اللي هو مشوار الحلم اللي قال ان الاهلوية كلهم بينتظروا قال انه ده بيتنا وحلمنا او حلمنا الكبير اللي هو بناء استاذ الاهلي وقال ان ده حلم وبيتمنى في يوم الايام انه يتم تحقيقه لكنه محددش مواعيد يعني كابتل الخطيب كمان اتكلم عن المتجاوزين ووضح انه كان يعني عصبي ساعة الكلمة الاخيرة كان عنده نوع من انواع الغضب الشديد جدا جدا لانه الحياة يعني اعياته الحيال يعني هو عمل كل اللي في وصعه الحياة فاعياته الحياة لكنه اكد انه الاهلي لن ينجرف للدخول في مهاطرات والنس خليكوا في حالكم واحنا في حالنا انتوا انجحوا في طريقكم واحنا ننجح في طريقنا وجهت الشكر والتحية للجميع المكاسب اللي النادي الاهلي انه عنده امكانية زيادة وده يزود جماهير النادي الاهلي في المباريات الهمة كمان انه الشركة ممكن توفر استاد بساعة اكبر مثلا لو في مباراة محتاج عدد جمهور اكبر ممكن يروح العابة في استاد القاهرة يعني اذا كانت ساعة استاد السلام اقل مما ينبغي يعني بتوفر حوالي 210 مليون جنيه ما بين مصاريف انتقالات وحجز فنادق في المباريات اللي يعني بتقام يعني بتكلف الاهلي مبالغ مالية كبيرة جدا كاميرات سابتة موجودة في الملعب هتخلي النقل التلفزيوني افضل شوية استراحة للناشئين ملاعب للتدريب وده ماشي مع عمليات التطوير تطوير لغرف الملابس صالة جم رائعة وتجهيزات لكل الاجهزة الفنية حقيقة الشكل العام الحقيقة النهاردة شكل جيد وشكل هي محاولة ده المطعم اللي موجود في النادي الصراحات موجودة الاهلي لن ينقل تدريباته الآن خالص للفريق الاول الى هذا الاستاذ لسه بيتم التجهيزات بالكامل لكنه شايف انها تجربة جيدة تستحق ان احنا نزود فيها ويا رب اكتر من نادي يعني يكرر هذه التجربة عايزين الرياضة تبقى صناعة تبقى استثمار حقيقي في مصر